بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الفيديو سوف أشرح كيف نضيف نص إلى فيديو من خلال برنامج Windows Live Movie Maker البرنامج يأتي مجانا مع Windows Vista و 7 رما فوق يوجد في قائمة إبدا لكن في البداية لابد من تحميل الفيديو من أي مكان مثلا من اليوتيوب باستخدام أحد برامج تنزيل الفيديو مثل Free YouTube Downloader مثلا سيكون الفيديو موجود في أحد الفولدرز هذا هو الفيديو الذي سنقوم بإضافة النص لا بالزر الأيمن نضغط فتح باستخدام أو Open With Windows Live Movie Maker ممكن بطريقة أخرى فتح البرنامج النفسه لبحث عن الملف في المجلد المطلوب واجهة البرنامج جدا سهلة بإمكاننا إضافة صوت أو تحرير الفيديو كما سنشاهد بعد الأحرار إذن هذا هو الفيديو كما تلاحظون تم تقسيمه إلى مقاطع إذا أردنا عرض الفيديو كPreview نستطيع إضافة من الصفحة الرئيسية نستطيع إضافة ملفات فيديو إضافية أو إضافة موسيقى أو التصوير من خلال الكاميرا مباشرة ما نبحث عنه حاليا هو إضافة الترجمة إضافة نص إلى أي مقطع من الفيديو في حالتنا هذا سأخفض الصوت قليلا في حالتنا هذا سأخفض الصوت قليلا في حالتنا هذا سأخفض الصوت للمقطع تلاحظون لا يوجد سبتايتل هنا إذا أردنا إضافة نص في اللقطة التي ظهرت فيها كلمة ماما نوقف ثم باستخدام هذا الزر إضافة تسمية ندخل النص كما هو واضح لاحظوا أن النص لا بد من الاهتمام بالخلفية تغيير اللغة من هنا أستطيع تغيير اللون لون الخط أتأكد دائما أن مكان السبتايتل دائما ثابت هذه العملية نسميه الكنسيستنسي نتأكد من أن لون الخط شكل الخط مكان الخط دائما ثابت في السبتايتل أو في الترجمة إذا عرضت الفيديو مرة ثانية في الـ preview لاحظوا المؤشر لتحديد مكان بداية اللقطة المفروض أن كلمة ماما تظهر قبل من خلال تنسيق أجد هنا وقت البدء ومدة النص أستطيع تحريرها من هنا بالسحب وأستطيع من الأفضل تحديد وقت البدء من هنا بالمفروض أنه أقل لاحظوا أن المؤشر كلما ضغط في وقت البدء يتحرك معي إذا العملية تحتاج إلى تنسيق بعدما قالت الكلمة قالت ماما المفروض أن نقلل مدة بقاء النص مثلا إلى ثانية لأنها لم تستغرق قوة طويلة أعيد بالمؤشر وأضغط مرة أخرى أستطيع أيضا تقليص وقت بدء النص نجرب إضافة مقطع على مقطع آخر مثلا هنا إذن هنا نضيف سبتايتل جديد إذن أغير لون الخط من الممكن أن تغير حجم الخط شكل الخط لكن لابد من أن تأكد من الاتساق أو ثبات كل هذه المواصفات حتى لا يتشبت المشاهد إذن المفروض هنا ممكن ثانية واحدة وأتأكد في الـ Preview أحتاج إلى تطويلها أكثر إذن مرة ثانية بتحديد النص أزيدها إلى ثانيتين هنا أحتاج إلى إضافة نص آخر إذاً المفروض أن تبدأ أقل لاحظة أن المؤشر يتحرك أيضا أبدأ ممكن أن أبدأ من اللقطة السابقة إذاً المفروض أن تتوقف بعد ثانيتين تقريباً المسألة تحتاج إلى دقة والتوقيت إذاً أقل ممكن ثانية واحدة بعد أن أنهي إضافة النص لجميع اللقطات أو إضافة الترجمة لجميع اللقطات أحفظ الملف سيسمح لي بحفظ الملف إذا أنهيت الملف أستطيع نشر الفيلم كفيلم بترجمته من خلال اليوتيوب أو فيسبوك أو أي مكان آخر لكن الأفضل أن أحفظ الفيلم على جهازي في هذه الحالة أستطيع اختيار الدقة إذا كان بدقة عالية وفي هذه الحالة سيكون حجم الملف كبير أستطيع حفظه في جهاز الكمبيوتر إذا لم أنهي المشروع فيفضل أن أحفظ المشروع على صيغة Windows Light Movie Maker وفي هذه الحالة أنا أسميته باسم نورة والتغيير سأريكم النتيجة النهائية أو جزء من النتيجة النهائية يا زيدي تو Luke أعجب إن تعرفت إلى شرطور قالو موابع 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 تخ Detroit كما تلاحظون أضفنا الترجمة لجميع اللقطات ثم نحفظ الفيلم على الجهاز أو إذا أردنا نشره على اليوتيوب أو في أي مكان آخر شكرا لكم وأتمنى أن تجدون هذا الفيديو مفيدا